في الحقيقة إن الست بتفوت أكتر للراجل عارف ليه؟ ليه بقول لك كده؟ الراجل إنت ممكن تقول ليه راجل بيفوت قوي قوي طول الوقت للست لا هو مش بيفوت هو أصلا مش مركز هو أصلا ممكن يكون مش متواجد هو أصلا مش مشمر وحاطت إيديه في البيت وفي تفاصيله فبالتالي هو مش مفوت هو مكبر الست اللي بتفوت لإنها بتبقى متابعة تفاصيله وبمزاجها وبقرارها بتكبر طيب مين اللي بيقعد بقى في الخناءات يفتكر القديم والجديم؟ أنا هرسيك الراجل ولا السيد؟ أنا عارفة أنت عايز تقول ليه؟ أنت عايز نمو أنت تخير لأ أنها ست نكادية أكتر لا لا مش نكادية أصلا هي نكادية أكتر فعلا هي الست حبيبتي عايزة تتكلم في الموضوع وعايزة تفتح تفاصيل الخناءة وعايزة تروح لأدقة التفاصيل وفاكر بقى لما رنيت الجرس وأنا فتحت لك الفاكر لما كنت بصصني وواثك اللي مش عارفة إيه في إيديك اللي مين وقلت لك تبعد نتكلق يعني إيه فسافيس ودي بقى مش تكبر دماغ مننا ده حاجات تقفها دي فطرتنا ودي طريقتنا دي تلفيف مخلق أنا هقولها داني هو أنا شاكلي كده مخلقتي كده طريقتي كده هي ست طريقات كده هي الست بقى بتغلط غلطة تفضل تروح في صغائر 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 متناهية صغر الأمور ها فبان نكا دية وبان بتدعبس في اللي مش لازم ندعبس فيه صح لحد لما بتتلكك ترفع الراية البيضة لأنها بتدرك إنها هي اللي لازم تنهي المشهد فهي تبان إنها بتعاد تفاصيل بتطرح ترح حدية قوي ونيكا دي جدا وكله تفاصيل ديقة مش بتكبر دماغها لكن مين بيحسم الأمر في النهاية ويخلص على الموضوع بالقضية هي لما تقرر إنها تتراجع الورا وتبطل تخش في التفاصيل وتكبر دماغها أو تفوت وتعادل انت عارف يا شيري انت عارف يا شيري وأنا عمالة أفكر في الموضوع هي الست بتفوت قبل المشكلة أيوه طبعا هو ده اللي بقوله يعني قبل المشكلة يعني ايه بتقعد تفوت لكن في ساعة المشكلة بتتقعد كل فوتتين ساعة المشكلة الرجل هو اللي بيفوت لأ خلاص لأنها فوتت كتير هي لما بتوصل لحد المشكلة بتكون اتعبت ولأنها بتصعد بتصعد يا هيدي يعني بنتكلم في مشكلة قد كده هي بتقعد تتكلم في تفاصيل زي ما شيري بتقول تفاصيل 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 فتلاقي المشكلة لا تنتهي خلاص ما ده بقى في مشكلة بس انت تفضل إيه سيما تفضل إنها تتكلم لو في مشكلة حقيقية أو مشكلة كبيرة هيدي تفضل إنها يحصل مواجهة ويحصل حوار ويحصل يعني إن إحنا نختلف وقد نتدايق من بعض شوية بس المشكلة تي تتحل من أصلها ومن جدورها ولا تفضل ست من نوعية اللي وإيه عدي فوتي كبر دماغك ما تبدقيش على كل حاجة يعني أصلا بحس إن لما ست بتقعد تتعدي كده كتير بتيجي لحظة انفجار بتيجي بقى على الحاجة يعرف الهايفة وتتصدر وتقوم وقفة عند مشكلة فالراجل يبقى هيجنن لو هي مالحة فيه إيه ده موضوع سهل أوي ده موضوع بسيط تفضل إيه تنظف أول بأول ولا تعبي لغاية ما تنفجر من وجهة نظري ما قبل الجواز لا ما تفوتش كتير يعني فترة الخطوبة ما تفوتش علشان توقف على كل حاجة علشان الإيرايات اللي هي هتقرأها هتعرف يعني هتكمل في الجواز فقبل الجواز لا ما تفوتش فترة الجواز وهو كمان وهو كمان يعني ده ينطبق على البر لسه محتاجين يبقى عندهم معلومات صحيحة جل واحد ما دي الإيرايات هنقف على كل تفصيلة طب بعد الجواز الجواز لا مش كل تفصيلة فيه تفاصيلة هتعدي وفيه تفاصيل لا ما تعديش وغالبا لما الست بتفوت كتير بتقعد بقى ايه تعبي تعبي بس خلي بالك وده عيب عندها خلي بالك الاتنين قبل الجواز مهما نقروا بعض ومهما ندققوا في القراءات بيفضل خبايا الجواز حاجة تانية طبعا كاشف بطريقة تانية خالص برضو اه بس يعني بيساعد بيساعد طبعا غير لما تبقى سكنة الحب سبقانة وبنفوت كل حاجة عشان مش عايزين ديع حلوط اللحظة واحنا برضو بنقع في الفخ ده ان انت بتبقى مبسوط جدا وانت مبسوط قوي فبتفوتي عشان انت مش عايزة تنغاصي اللحظة الجميلة فالصدام بيحصل بعد الجواز وساعات انا كمان يعني هاخد كلام نهال انه نهال تقولك لو واجهت غلط معانا لازم تحسن واتشت ما تخليش حاجة تفوتك